ما يستطيع النظام الجزائري أن يقوم به العصابة التي تحكم الجزائري أن تقوم به وتزعج الروس هو السماح بتواجد أمريكي ولو مؤقت المريكان يسموها الليليبات كانوا داروا معهم اتفاق وما طولش قاعدوا واحدة للخمس سنوات وتوقف بحيث أن الأمريكيين يستطيعون استخدام ثكانات الجزائرية لأن طريقاً لقبل أربع يام ولخمس يام ليشات منكم مزير دفاع وهو وزير دفاع الأمريكي وهو يتحاسب من طرف الكونغرس وواحد من الكونغرسمين يقول له كيفاش يقول له كيفاش خليته يقول له كيف تركتم الروس راكم راهم قراب معهم من الجيش الأمريكي قالوا نعم قالوا بصحنا في جزء وهما في جزء من القاعدة العسكرية اللي في مطار نيامي ورامنا راح ننقل وجنودنا إلى غدامس أقاديس عفوا أقاديس أقاديس هذه تبعد الحدود الجزائري في حدود 400 كم وفيها واحدة من أكبر القاعد الأمريكية اللي فيها طائرات بدون طيار في النيجر هذه اقاديس لكن الأخر كان منزعيش قال لو وصلنا إلى أن الروس يطردونه يعني ويمكن يصرح تحتيكي كاك معاهم داخل النيجر قلت أن النظام الجزائري وش يقدر يدير ويزعج الروس هو أن يسمح باستخدام الثكانات الجزائري ما يعطيش قواعد لا أعتقد أنهم سيذهبون إلى غاية إعطاء القواعد إلا إذا أشعروا بالخطر أنهم سيسقطون وأن الشعب ربما يروح يتلقفهم من بيوتهم ثم مستعدين يشعلون الحرب النووية قاعدة عندهم أو الكيميوية الشعب الجزائري لكن في الوقت الراهن سيهددون الروس من أنهم سيشترون الأسلحة من جهات أخرى الروس عارفينهم بلسيديوبلوف وعلك عموما الروس ما يستطيعونش يبيعوا سلاح للجزائر هم اللي يحتاجون الآن سلاح أكثر من الجزائر باش يبيعوا الجزائر ما عندهمش ولكن اللي ممكن يزعجوا بها الروس هو أنهم يحاولوا يعطوا قواعد مؤقتة في الثكانات الجزائرية للولايات المتحدة بشكل خاص هل يذهبون إلى أعطاءها لبعض دول الأوروبية الأخرى؟ ممكن إذا شعروا من أن الروس يهددونهم بفاقنر ممكن جدا مما يعني بعبارة أخرى أن الجزائر تجد نفسها بعد أن كانت في تحالف وأنا قلت هي زابون ولم تكن حليف للروس تجد نفسها في خصومة مع الروس وهذا الروس مش رحي نتأخره لأن الروس هدفهم ما هو؟ هدفهم هو تفكيك أوروبا أوروبا هدفها الغرب هدفه تفكيك روسيا قالوها علنا بمناسبة الحرب على أوكرانيا قر جوق قالوها علنا وزير الدفاع الأمريكي قال يجب هزيمة روسيا هزيمة استراتيجية كتبوا برك وزير الدفاع الأمريكي على روسيا هزيمة استراتيجية خرجتكم في جوجل وأخرجوا كثير مسؤولين الغربيين يقولوا يجب هزيمة روسيا هزيمة استراتيجية ما معنى هزيمة روسيا هزيمة استراتيجية تفكيكها تفكيك هنا عنده عدة معاني قد لا يعني التفكيك الجغرافي كله لكن الإضعاف الشديد بحيث أن روسيا يصبح تأثيرها كتأثير أستراليا ولا كتأثير كنادا تأثير وإضعافها اقتصاديا إلى آخرها ومش حابين برك يفكوها نهائيا لأن الصين هي لسا تستفيد بالنسبة للروس إذن حرب وجودية إما الغرب يفككهم وإما هم يفكوا الغرب الروس أمريكا بعيدة عليهم يقدروا يفكوها عن طريق ترامب يدروا فيها القلاقل عن طريق السايبر عن طريق المواقع التواصل الاجتماعي عن طريق البروباغندا لكن ما يقدروا يرسلوا لها جيوش مهاجرين حتى يجوا المهاجرين من أمريكا الشمالية إلى جنوبية إلى آخره ما وش بالحد ليوصلوا الأفارقة إلى أوروبا أوروبا كادت أن تنهار في 2016-2017 بعد وصول مليون روسي إلى أوروبا تخيلوا ليوكان يوصلوا 20 مليون إفريقي فيهم بضعة ملايين ما بين مغاربة وجزائريين ومصريين و10-15 مليون من إفريقيا السمراء تخيلوا ماذا سيحدث في أوروبا نقول لكم ليوكان يوصل 10% زج ملايين من الأفارقة سواء من شمال إفريقيا أو من جنوب إفريقيا أو من إفريقيا ما تحت الصحراء تغرق أوروبا خاصة مع اليمين المتطرف مع الإسلامفوبيا مع القلاق اللي فيها تغرق الروس يشتغلون على هذا عندهم حروب على السايبر حروب على مواقع التواصل الاجتماعي لكن عندهم حروب انظروا ماذا يحدث في تونس الآن في تونس كان كثير من المهاجرين الأفارقة في ليبيا أيضا في جزائر أيضا في المغرب أيضا بالمناسبة هذا المهاجرين مسكين مستضعفين يعني لا يجدون في كثير من الحالات لا يجدون أكلة لا يجدون شربة لأن أموالهم منهوبة بلدانهم مدمرة إلى آخر لكن الروس والصين وإيران بلدان التحق بين تركيا أيضا قد يستخدمونهم الروس أكيد سيستخدمونهم لكن الآخرين سيفكرون الروس والإيرانيين أما الأتراك والصينيين لديهم حسابات أخرى لأن لديهم تعاون مع الغرب وتنافس وأحيانا تصادم بينما الروس والإيران لا خصومة معلنة لذلك المعركة على وش تكون تكون على الدول كلما قربت من أوروبا كلما أصبحت ذات أهمية مطلقة بالنسبة للمعركة للأوروبيين وللآخرين خاصة للروس لماذا هذا التشنج ما بين المغرب والجزائرين دائما نقول بللي هذا خطر على البلدين وكارثة على البلدين ولو كان لا قد لا تحدث الحرب ولا ومحدودة كارثة على البلدين لأن فيما بعد سيخرج القرار من أيد المغاربة والجزائريين إلى قرار عالمي ويصبح التدخل الخارجي من أجل حماية مصالحهم مباشر سواء الحكومة دعت ذلك أو لم تدعو فنجد نفوسنا في الجزائر وفي المغرب وفي تونس خاصة هذه الدول الثلاثة نجد نفوسنا حشيش يتصادم عليه الأفيال كي مثل إفريقي يقول لك عندما يتصارى تتصارى الأفيال فإن الحشيش هو الذي يدفع الثمن هاي اللي مش فاهمينها بعض السفهاء من هنا وهناك خاصة عندنا في الجزائر همش فاهمينها الأبعاد انتعى الخصومة مع الأشقاء مع الجيران سيدي خلينا لا إلا نسينانا ناشقاء وهو أن هناك تنافس وصدام عالمي وهذا الصدام العالمي مش رح يرحمك سيستخدم مجالك الحقيوي وأراضيك ويتدخل الآن كاش واحد رأي يسأل شعب الليبي من هالدول لا يتدخل أو الشعب السوري مع أن السوريين اللي بيين انتفضوا من أجل حريتهم لكن لأن نظام الحكم في كل الحالتين رد بالسلاح سقطوا في اثنين شوفوا اللي مردوش بالسلاح على رغم بؤسهم وسوءهم ما زالوا محافظين بشكل عام على هيكلية الدولة مصر وتونس اللي ردوا بسلاح النظام السوري والنظام الليبي انهارت الدولة نظام مصر النظام التونسي سيئين خاصة المصر بائسين جدا لكن ما زالوا محافظين على الدولة بين قوسين إذا لم يفهم العصابة يتحكم في الجزائر أنت ما كش حالي في الروس وما كش حالي في أمريكا وما كش حالي في فرنسا ونفس الشيء بالنسبة للمغرب المناسبة وإن كان نتكلم كثير عن الجزائر لأن المخاطر أكبر بكثير لكن نفس الشيء ما غير أنت ما كش حالي في الإمارات وما كش حالي في فرنسا وما كش حالي في الروس وما كش حالي في أمريكا هم سينظرون إلى مصالحهم في نهاية المطاف إلى مصالحهم مهما كلفهم في النهاية أنت ربما يدوك في الدحس يدوك في الرجلين ولذلك باش نعود نرجع الروس راح نعطوا شوية كلام حلو للنظام الجزائري باش مية ولكن راح نعسهم ليه المشكلة بالنسبة للعصابة اللي في الجزائر هو أن الروس والإماراتيين في اثنين لديهم ملفات الأخلاقية على كبار المسؤولين روسيا كل القيادات العسكرية على استثناءات قليلة لكن أغلب القيادات العسكرية لما كانوا يروحوا سواء لما يروحوا شباب في العشرينات أو في الثلاثينات أو حتى لما يروحوا كبار بقرادات تاكموندو يديروا مرة تكوين معين وكابيتان يفتحوا لهم الشهوات ما تتصوروش حجم الشهوات المفتوحة لماذا؟ باش يديروا هذك البكري كان يقول لك السيدي مضغوطة يعني فهذا مشكل كبير موجود لكن هذا موجود عند العسكريين ومش عند المدنيين بالنسبة للإمارات عندها عسكريين ومدنيين في الملفات الأخلاقية ها هو واحدة من أكبر الإشكالات أنت على إصابة لي في الجزائر الملفات الأخلاقية كونهم سكتوني من فترة طويلة وين رح تهذر؟ لما ملقوا شرح يختقوا الأكاذيب مع ذلك هذا موضوع سأعود إليه بطبيعة الحال لأنه ما زال فيه تقلبات وتطورات ورح من بعد ربما نتحدث على تفاصيل الاستراتيجية الروسية كما يراهي عند بعض الإعلام الغربي وربما حتى بعض الإعلام الروسي وكيف يخططون لتفكيك أوروبا مرورا بالشمال الإفريقي في شمال الإفريقي أهم دولة بعد ليبيا هي الجزائر لكن ليبيا عداد السكان مش كثير والليبيين عموما ما يغادروش لا اللي يغادروه لما يروحوا يروحوا لتركيا لكن الجزائر لا الجزائر عندها 1400 كيلومتر مواجهة لأوروبا وعندها قريب 43 مليون جزائر في الدخل يمكن يروح منهم 10% يغرقوا أوروبا إذا زادوا 10% من المغاربة اللي هم 40 مليون يغرقوا أوروبا ترجمة نانسي قنقر